اهلا بكم نهار اليوم فعلا كانت الاجواء باردة في العديد من المناطق بحيث كانت درجات الحرارة متدنية خلال فجر هذا اليوم وعم السقيع في كافة مناطق المملكة بحيث كانت درجات الحرارة خلال فجر هذا اليوم خمس درجات ونص دون الصفر في منطقة مطار الملك علياء وثلاث درجات أيضا دون الصفر في مرج الحمام جنوبي العاصمة نلاحظ حاليا في منطقة جبال الشراء الاجواء فعلا باردة جدا خلال هذا الوقت وثلاث درجات مئوية فقط لكن درجات الحرارة التي نشعر بها هي فقط صفر مئوي والرطوبة تكون مرتفعة وهي حوالي خمسين بالمئة وحركة الرياح تكون شرقية نلاحظ بالنسبة لحياتك والطقس الأجواء فعلا تكون باردة وأيضا فرص الأمراض تكون فعلا عالية خلال هذا الوقت بما أنها كما قلنا أجواء فعلا باردة هذه الليلة تتحول أجواء تدريجين لتكون شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة وهي أيضا تكون قارسة البرودة في مناطق جبال الشراء وأيضا في السهول الشرقية الرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة ويتوقع خلال هذه الليلة تشكل الصقيع في كافة مناطق المملكة كما نشاهد بما فيها مناطق الأغوار درجات الحرارة لهذه الليلة تكون متدنية مثلا في الكرك تكون صفر مئوي وفي جبال الشراء تكون أربع درجات دون الصفر نهار الغد تبقى درجات الحرارة دون المعدلات مثل هذا الوقت من العام الأجواء تكون باردة في عموم مناطق المملكة وتظهر تدريجيا بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة في خليج العقبة تهب رياح شمالية تكون معتدلة ويبقى البحر هادئا درجات الحرارة لنهار الغد ملاحظ في عمان 10 درجات مئوية وإربد 12 درجة في حين تكون في حيفة 13 وفي مدينة دمسق 11 درجة مئوية نعود للمملكة ودرجات الحرارة الدنيا والعظمى فيها درجتين هذه الليلة في إربد غدن 12 أيضا 12 في المفرق غدن في عجلون ناقص درجة غدن 11 درجة مئوية و12 في جرشواء هناك تواجد خفيف لبعض الغيوم الصلط 11 أيضا في الفحيس 11 درجة مئوية تكون العظمى لنهار الغد مرجل حمام درجتين دون الصفر غدن 9 درجات و18 في دير علا نكمل البحر ميت 12 إلى 16 درجة ومهدبة 11 درجة مئوية لنهار الغد الطفيلة 0 مئوية إلى 9 درجات نفس الشيء في الكرك نكمل الأغوار 13 إلى 20 درجة البترة ناقص درجة هذه الليلة وفي معان غدن 12 درجة مئوية خليج العقبة 6 درجات غدن 19 وديرم 3 إلى 13 والجفر 0 مئوية إلى 15 درجة الأزرق غدن 12 الصفاوي درجتين دون الصفر غدن 12 درجة مئوية وأخيرا في رويش الدرجات حرارة متدنية هذه الليلة 4 درجات دون الصفر لترتفع غدن إلى 13 درجة مئوية بالحديث عن اليومين القادمين يومي الجمعة والسبب طبق الأجواء باردة في العديد من المناطق أو حتى تكون شديدة البرودة خلال النهار وتوقعات لتشكل الصقيح في كافة مناطق المملكة بما فيها مناطق الأغوار ودرجات الحرارة خلال النهار تكون 11 درجة اليوم الجمعة واليوم السبب ترتفع لتصل إلى 14 درجة مئوية ليلا درجتين وثلت درجات فقط هيك بتكون النشر انتهت على أمل اللقاء بكم غدا بنفس الوقت شكرا للمتابعة والعودة لك الآن غدا اشتركوا في القناة